شكرا جزيلا أخا كريم شيخنا نعم حل ذلك بسيط جدا أولا علي أن يعرف أن هذا من الوسواس وهو إحدى الأسلحة الشيطانية المعروفة ولذلك عبدنا بأن نستعيذ بالله تعالى من شر الوسواس الخناس خناس لأنه يخنس أي أحيانا يختبئ ويهرب ويرجع وهكذا يتردد عليك من حين لآخر ومن الجيد هنا إذا أراد الأخ المبتلى بذلك أن يعرف ما ورائيات الحالة التي يشعر هو بها من الجيد أن يطلع على سلسلة محاضراتنا قبل سنوات في الليالي الرمضانية كذلك بعنوان الملفات الإبليسية هذه إذا استمع إليها إن شاء الله وتدبر فيها جيدا سيعلم كيف أن هذه الحالة التي تنتابه هي من الوساوس الشيطانية التي هي من الأسلحة الشيطانية الإبليسية المعروفة وحل ذلك سهل ترى بالمناسبة بعد القناعة بعد الإيمان بعد ما الإنسان يكون عند ثقة بنفسه ويؤمن أنه هذه وسوسة شيطانية يعمل فقط على ما أوصانا به نبينا وإمتنا عليهم السلام لدفع هذا الوسواس وبالمناسبة الحالة التي انتابت هذا الأخ هذه الحالة لا تدل على شيء سوى أنه على صريح الإيمان بالمناسبة المؤمن هو الذي يوسوس له المؤمن عندنا في ذلك خبر شوفوا يعني أنا ما الذي أريد أن أقول أريد أن أقول هكذا مثلا أنت قد تشوف واحد وهابي مثلا غارق في النصب والعداوة لآل محمد عليه السلام مثلا أو غارق في النصب والعداوة للشيعة الأبرار وغارق في تلك البدعة غارق خلاص بحض راكب راسه عمر أبو بكر عائشة خلاص انتهت تيجي هذا حقيقة إذا تحفر في قلبه ما تلاقي عنده ذرة شك أو وسواس أنه يوسوس أنه هل أنا ما عليه أنا في حق على حق أو ليس على حق أو كذا مي وسوس حسا يمكن يكون أكو شيء من الشك من حين لآخر يعترضه بسبب ما يريد الله عز وجل أن يلقي به حجته عليه هذا موضوع آخر أما هذه حالة الوسوس والاضطراب ما تأتي أوه تلاقي صاروخ ماشي إلى أن يروح يفجر نفسه هذول يروحون يفجروا نفسهم يفجروا نفسهم ليش؟ لأنه بعد مقتنعين تماما أنه هذا هو الدين وأنا خلص شوية وأتعشى مع النبي وحوريات وحورعين وإلى آخرين في حين المؤمن الحقيقي هو الذي يوسوس له ليش؟ لأنه الشيطان خلو ما يروح لأهل البدعة فرغ منهم انتهى خلص شوية الله خلصوا إياهم يروح لمن؟ يروح إلك أنت يروح لهذا يروح لذوله شيعة علي بن أبي طالب يخليهم يوسوسون هو حالة حرب إحنا في حرب مع إبليس طبيعي في ذلك روايات عندنا عن أيمتنا عليهم والسلام مضمونها هذا إن الشيطان قد فرغ من مخالفيكم وتصدى لكم هذا كي يقوم نص الليل يريد يقوم يصلي صلاة الليل أو صلاة القيام عندهم أو أي أن كان استلاحه هذا يقوم بمنتهى النشاط مرتاح كذا إلى آخرين ما عنده مشكلة أنت تريد تقوم كثيرا ما شن يصير يجيك الشيطان يا معود موهس الجو بارد الفراش دافي أنت كذا بعد شوية يقوم يسد المنبه يسكر المنبه يقول بعد شوية أقوم اطير عليه ثاني ليلة يريد يقوم أكو أشياء أخرى يشوفها قد أولى نزين ثالث ليلة ثالث ليلة ابن مادري يصير يقوم يصيح مادري شنو لازم يقوم يطبطب عليه ومادري شنو كذا إلى هنا شوف نفسه تعبان إلى آخرين رابع ليلة ما أدري البويلر ما يشتول الماء موحار والجو بارد ومادري شنو كذا وإلى آخرين كل شوية شغلة بالآخر يطع لك فاري أذيك كل شوية شغلة يعني يطلع لك شغلة ليش لأنه ما يريدك تقوم تصلي هاي الصلاة ودي الشيطان هم شنو كما قال أمتنا أمتنا عليهم والسلام إنما هو الشيطان موكل بك فإذا رآك تركته تركك أنت بس لازم تنجح تكسر ظهره يصير يفقد الأمل خلص يعني تبين مرة مرتين في البداية أنه يا بأنا ما استمع لكلامك أنا أقوم أصلي أنا كذا أفعل ما أتراجع ما أوسوس كذا هو خلص يشوف من عندك بعد هذا خلص ماك فائدة يفقد الأمل يروح يولي هذا الدور الوسواس الخناس هو شيطان هذا شيطان اسمه واحد من الشياطين من الأبالسة اسمه وسواس خناس هذا هو هذا الدورة شغلته هذه وتحلها المسكلة شنو سهل في الكافي الشريف عن علي بن مهزيار يقول كتب كتب رجل إلى أبي جعفر عليه السلام من هو أبو جعفر الإمام الجواد لا مول باقر الجواد عليه السلام بدلالة الراوي علي بن مهزيار يشكو إليه شوف لاحظ يشكو إليه لم من يخطر على باله لم ما اللمم المذكور في القرآن الحكيم يقول أكو أشياء تخطر على باله وساوس وأمور وإن تبدو صغيرة لكن تأتيه تعرض عليه من حين لآخر مثل حالة اللي موجودة عند الأخ اللي نقلها الأخ فأجابه في بعض كلامه الإمام الجواد عليه السلام قال إن الله عز وجل إن شاء ثبتك فلا يجعل لإبليس عليك طريقة وقد شكا قوم إلى النبي صلى الله عليه وآله لما من يعرض لهم لأن تهوي بهم الريح أو يقطعوا أحب إليهم من أن يتكلموا به يعني إلى هذه الدرجة يشوفوا فضيع ما يقدرون يتكلمون به يقولون له إحنا الريح تهوي بنا وتقطعنا أوصالا وصلة وصلة وما نتكلم بهذا الشيء اللي يخطر على بالنا كفر يحسوا كفر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أتجدون ذلك شوفوا تجدون ذلك في أنفسكم فقالوا نعم فقال والذي نفسي بيده إن ذلك لصريح الإيمان ليش لأنه لو لا هذه الحالة إذن أنت مؤمن الشيطان دايجي وشنو يوسوس لك بهذه الطريقة خليك تفكر دائما واتفكر بهذه الكفريات وتشك في دينك وتشك في أئمتك تشك في نبيك تشك في قرآنك تشك في الله نعوذ بالله قال والذي نفسي بيده إن ذلك لصريح الإيمان فإذا وجدتموه هذا اللي دا أقول حل بسيط فقولوا آمنا بالله ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله يحترق الشيطان نفس اللحظة يبتعد تكررها كل ما تجيك هذه الحالة تكررها العبارة آمنا بالله ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله تريد تضيف عليه شيء آخر هو هذه هواية التي ينقلها الشهيد رضوان الله تعالى عليه ينقلها صاحب البحار نقلا عن خط الشهيد الشهيد الأول محمد بن مكة العاملي عنه صلى الله عليه وآله قال إن الشيطان اثنان شيطان الجن ويبعد به لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا يحرق الشيطان شيطان للجن بس احنا مشكلتنا مو بس شياطين للجن أكو عندنا شياطين شنو الإنس وما أكثرهم الله يخلصنا منهم قلوا آمين زين هذا شيطان الإنس بماذا يبعد قال صلى الله عليه وآله وشيطان الإنس يبعد بالصلاة على النبي وآله الله صلى الله وحمد وعلي محمد وحجل فرجل أرحال حتى الله